منذ بداية ثورة الكرامة قبل ما يزيد عن ثلاثين شهرا سجلت المرأة السورية حضورها بقوة في مختلف النشاطات الثورية ووقفت لجانب شباب الثورة في كل منعطفاتها فكانت متظاهرة وناجطة وإعلامية وممرضة ومقاتلة وشهيدة كذلك فموضو الأيام الأولى للثورة حضرت المرأة بزخم في الاعتصامات والمظاهرات السلمية في مختلف المناطق وكانت نصف الثورة كما هي نصف المجتمع ما دعا ناشطي الثورة إلى تسمية جمعة الثالث عشر من أيار عام 2011 بجمعة الحرائر تقديرا منهم للدور الكبير الذي لعبته المرأة في انطلاقة الثورة ومن ثم المشاركة في مختلف منعطفاتها وتخليدا لذكر الشهدات التي سقطنا عقب خروج نساء بانياس في مظاهرة تطالب بإطلاق سراح الرجال الذين اعتقلتهم قوات النظام إبان اقتحام المنطقة آنذاك لم يفرق نظام الأسد في بطشه ومحاولاته لإخماد نار الثورة بين الرجال والنساء التي تعرضت الآلاف منهن للتعذيب والاختصاب على يد الأجهزة الأمنية حيث وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش روايات عن اعتداءات جنسية في السجون وخلال المدهمات الأمر الذي وصفته المنظمة بالأسلوب الممنهج للامتهان والإذلال وفي ذات السياق ذكر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة شهيدة سقطنا في مختلف المناطق فأين هي حقوق المرأة السورية؟ وما الذي قدمته المنظمات الدولية لمواجهة العنف الذي يمارسه النظام بحقها؟ والأهم من ذلك إلى متى سيصبر رجال وقادة العالم الحر على بشار الأسد ونظامه وهو يمارس أبشع أنواع العنف ضد المرأة السورية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر